النهاردة العالم كله بيبص في الصحافة المصرية كيروش مكمل ولا مش مكمل طب واتحاد الكورة مستني بيرمي للجمهور أو الإعلام أن النهاردة جماعة إيه رأيكم نكمل بيه ولا ما نكملش وهم يعني قلقانين شوية لا أنا عايز أعود بقى النهاردة ونجي من المسؤولين ونتكلم وحط بلان نحط الرجل هنقول يا سيدي أنه هو اطلع لك 4-5-6 لمستقبل خلاص زي ما من فترة كبيرة جدا 10 سنين كان قالك مستقبل المنتخب مصر في محمد صلاح ونني وحجازي والناس اللي هي طلعة في الجيل ده وعمر جابر ومحمد إبراهيم الجيل ده كان في يوم الأيام بره 5-6 مهمين عايبوا مستقبل وهم دلوقتي بقوا من الخبرة الموجودين فأحنا دلوقتي طلعنا 5-6 كمان كويسين فلازم نبني على ده ونشوف نتحط بلان بقى الدوري مشاكله ايه الدوري مشاكله ايه طيب الراجب بتاع المنتخب ده اللي هو المسؤول أي أن كان هو مين لازم يبقى فيه مساحة معسكرات تبقى موجودة معسكرات ودية تبقى موجودة يختار بشكل كويس تمام النهاردة الأندية لازم تساعد الجمهور لازم يساعد الإعلام لازم يساعد ونبني على الكلام ده لإن انت عشان خل بالك احنا منتخب كويس كل حاجة لكن مفيش خطة تخليك ان انت بعد فترة كاس المفرقية بقى انت بتنافس عليه تخش بقى تاخد كاس المفرقية أي مناسبة لكاس العالم يبقى أنا لازم بقى مكون متواجد في كاس العالم على فكرة تنمية النهاردة تكلمت بفكرة ايه ان احنا 2006-2008-2010 كل شوية نضرب بالجيل ده المسأل بس قبل الجيل ده وبعد الجيل ده ما كانش عندنا جيل بالثبات وبالموهبة والتجميع دي العظيمة الوقت بالضبط امت بقى يبقى عندنا على فكرة انت بقى عندك جيل عظيم جدا وما تكسبش بطولة يعني مش شرط برضه انه لازم تكسب يعني العادم بقى عندك جيل عظيم تكسب بس هديك بتحاول بدلا ما تدوس بنزين على آخر كل مباراة لأ وانت داخل المطشة افريقية انت زاك زي السنغال انت راس براس هتلعبهم كرة وهتعجمهم وهتدافع وبتاع لكن نبني بقى على الجيل اللي موجود دلوقتي اللي فيه عناصر كويسة نبني عليه ونشتغل يبقى عندنا جيل محترم صح